نبيل الغانم تاني كان فيه جماعة يسألوني على يوتيوب فيه سؤال يعني شد انتباهي شوية قال لي هو بريطانيا كئيبة من رأيه الشخصي اه كئيبة خصوصا في الشتاء ساعة خمسة بالظبط لا تجد حد في الشارع اه ده في المكان اللي انا ساكن تقريبا في وسط بريطانيا او شمال غرب بريطانيا سوري غسط بريطانيا بس مدينة على الغرب شوية المظاهر اللي احنا بنشوفها في مصر بالليل حتى لو في الشتاء ما تلاقيش هنا في بريطانيا يعني انت لو شاب بتفكر تهاجل اوروبا على سبيل العموم وبريطانيا على سبيل الخصوصية بريطانيا مش تلاقي فيها اي مظاهر من مظاهر الترفيه في الصيف اه بس في الشتاء في حاجة اسمها نظام يعني او ليه اه اكتئاب شوية او كئيبة شوية السؤال الثاني اه برضو شد انتباهي فواحد قال لي هو انت ممكن تعمل فلوس في بريطانيا اكتر ولا في امريكا اكتر اه ولا في بريطانيا ولا في امريكا اه لان هنا الدرائب هنا عالية جدا الطريقة الوحيدة اللي انت ممكن تعمل فلوس هنا في بريطانيا انك اه تبقى الشغل اللي انت جاي عليه او جاي بطريقة اه محترمة شوية يعني مش جاي مسلا هجرة غير شراية او والطريقة التانية اللي انت تكون مسلا دكتور مهندس اه بترول مهندس معماري اه حاجة من هنا الشغل العالي شوية عشان تلاقي فيه مرتب لان انت لما بتقبض مرتبك عشرين في المية من المرتب بتاعك بيروح درايب ده بخلاف طبعا الفواتير مية كهرباء السكن الايجار لو انت بالسوق عربية لو انت اه بتركب موصلات اي ان كان اه طبعا ده سؤال اغلبية الشباب واغلبية الناس اللي طبعا عايز تبني مستقبلها اه بتسأله بس ده كان بواحد مقيمة في بريطانيا اللو يعني اقول لكم مش وقت كتير بس وقت كافي اللي انا انصح النصايح دي وعملت مليون فيديو عن المواضيع دي بس ده السؤالين اللي اكتر الناس بتبعت او بتسألني على الفيديوهات اللي انا اللي بعملها انا بعمل فيديو النهاردة ان شاء الله ودي الكاميرا اه اه لليوتيوب فيديو اللي انا بعمله النهاردة لليوتيوب فاغلبية الاسئال اللي تسألت لي انا بجواب على النهاردة بخلاف ده فلوج جديد فايا كان انت لو انت اه داخل على الصفحة عندي منساش تعمل وتشعر فيديو وان شاء الله كل يوم بقالينا احنا دلوقتي او المرة التانية اه رئيس الوزراء او الحكومة البريطانية اخدوا الكرار ان هما يفلوا البلد كلها بس المرة دي مختلفة عن المرة اللي فاتت اه ناس وكبرت مخة محدش بيتبع الكوانين زي المرة اللي اولانية لانها هتأثر تأثير سلبي على المرتبات وعلى الحكومة وعلى الناس نفسها عشان انا عن نفسي طبعا المكان اللي انا شغال في افلوه لمدة شهر فهبقى فاضي بقى زي المرة الاولانية وهبدأ اعمل الفيديو هاتي ان شاء الله اه للشباب اللي عايزيكي سافين مفيش حد وراء خالص ماشي تقريبا تلات دقائية بتكلم سمعلكم